سؤال صعب جداً ما هو الرجل؟ أهلاً بيكم في المرستان كل فترة كده بيطلع لنا رأيي غريب أو عجيب من أحد المشاهير أو المغمورين في تعرفهم عن الرجل الرجل في وجهة نظري أداة للإنجاب نعم يا أختي الرجل أداة للإنجاب هو إحنا طول هو إحنا نقصين استغلال يعني راجعي نفسك برضو الرجل حاجات كتيرة جداً للأب والأخ مش أداة للإنجاب يعني لا ما تطلق لي صوتك أخفى لي صوتك كده أنا الرجل بالنسبة لي أداة للإنجاب بس مع احترام يعني احترام انت خليت فيها احترام طب بعض الإنجاب مش عايزينه يعني في البيت خلاص يمشي يروح وكده يبقى جواز مثلاً وجهة نظري أنا حرة ما تكلمنياش باسرأيك غلط يا ماما غلط يعني هل يحق للراجل إنه هو يبص للمرأة إنه هي أداة للإنجاب يعني معقولة هنبقى ماشيين نبص لبعض من إحنا أدوات فين العاطفة فين العلاقات فين الميثاق الغليظ وجهة نظري أنا حرة حط التصبعي فعن أدخن تخيم خف على عينك محمد اجري يعني أه خس خمسة كيلو تعالى خلاص مشيته مفيش تخان هنا طب هلأ أنت معقدة من الرجالة يعني مثلاً في حد غدر بيكي عملك عمل على ظهر جمل كده يعني أغلبة الزقائي رجالي وبحب الصداقة بين الرجل والمرأة على فكرة لا أنا كده بيتها لا أماك بكره سوري أنا ما قلت بكره بس أنا شايفة إنه الراجل وجوده في حياتي يعني أنا عايز أسأل سؤال بس رب ما تفهمش غلط طالما أصدقائي كله من الرجال هتختار الأداس زاي على أساس إيه عشان نفهم بس معلشي أكيد في عاطفة في حب في أي حاجة من أي حتة نعم معاملة الراجل كروش ده لأنه النهاردة هستخدمك ده 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 تخلف يعني في ناس بتقول إنه الراجل وجوده سند الضهر بتاعه الراجل إلي سند معقولة في أنت وعمركوا سمعت إن راجل بيسند مراته حاجات غريبة والله العظيم بتتقلنا يا جماعة وتربنا عليها والله ده كلام تقابلي بيجاركوا اللي في الدور الرابع معقولة الراجل والست بيكملوا بعض كونك مش فاهمة ده ما يخلناش كرجالة أدوات إنما لو هنعيش مع بعض أدوات إحنا كده بنخلف خلفة حيوانات معروفة يا